اختبارات رسمية وصفت هذه الاختبارات بالتاريخية بدأت على مجموعة من الأدوية بحثا عن لقاح يمكن أن يكون لها تأثير في الحرب على فيروس كورونا التجارب تقودها منظمة الصحة العالمية المعنية بشكل مباشر في هذا الموضوع وقد بدأت سريريا في نيروج واسبانيا وثمت إجمالي 45 دولة ستشارك مع منظمة الصحة العالمية في التجربة التي أطلق عليها تجربة التضامن هذه التجربة من أجل البحث عن موضوع اللقاح وستقارن بين سلامة وفعالية أربعة أدوية مختلفة أو تركيبات دوائية مختلفة ضد فيروس كورونا طبعا بين هذه الأدوية الدواء الذي سمعنا عنه كثيرا وأثار الكثير من الجدل وهو كلوروكوين وهو دواء قديم استخدم في علاج الملاريا هناك أيضا الدواء المضاد للفيروسات الذي استخدم في مواجهة الإيبولا ريميديسفير وهو أيضا مستخدم وهو قيد التجارب كذلك أيضا التجارب تشمل الجمع بين عقارين لمعالجة نقص المناعة المكتسبة أحد هذه الأدوية الذي من الممكن أن يمزج مع آخر هو ريتونافير وتشمل أيضا كذلك استخدام عقارين معا بالاشتراك مع عقار إضافي هو انترفيروم بيتا وهذا بالنسبة للدواء وهذه مساعي منظمة الصحة العالمية لكن بالنسبة للقاح فقصة أخرى وهناك تشير إلى أن اللقاح يمكن للأصحة أن يحموا والدواء يمنع المرضى ويمنح من أجل العلاج فقط في هذا الموضوع للأسف الوصول إلى اللقاح قد يطلب بين 12 إلى 18 شهرا لكن بعض الشركات أكدت أنها تسرع الإجراءات وبدأت تجارب الأسبوع الماضي من أجل الوصول إلى اللقاح يفيد البشرية الآن في مكافحة هذا الفيروس ودعت منظمة الصحة العالمية كافة البلدان إلى التوقف عن استخدام الأدوية التي لم يثبت فعاليتها رسميا في القضاء على فيروس كورونا ولم تشر المنظمة بالاسم إلى الأدوية المذكورة لكنها تشير على الأرجح أو توحي إلى دواء الملاريا الكلوروكوين الذي تم يعني معالجة بعض المرضى فيه من بعض الدول ولم تعترف به حتى الآن منظمة الصحة العالمية وهو مضاد حيوي والمعروف تجاريا كذلك بماركات أخرى تستخدم من أجل معالجة الفيروس